كبير فيتونس بعد الأعلان على وفاة رذاب بوزيين اللي يعني أصيب في مظاهرات 14 جنفي وللحقيقة روايات كانت مختلفة ومتبعين بين اللي تقولوا حركة النهضة بين اللي يقولوا بعض النشاطة الأخارين بين اللي تقولوا وزارة الداخلية بين اللي تأكدوا مصادر أعلامية لكلها ثم غموض كبير على ما حدث لهذا الرجل يوم 14 جنفي واللي تم الأعلان البرح على وفاة اليوم الجديد هو أنه الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عمد الخميري يحمل وزير الداخلية توفيق شرف الدين كل المسؤولية ويقولك أنه عيلة رذاب بوزيين ما كانتش تعرف ما كان وجوده إلا بعد أعلامها بوفاته وما كانتش تعرف عليه حتى شيء هذا ما أكدوا عمد الخميري اللي تم تسميته مؤخرا من رجل الغنوشي ناطق رسمي باسم حركة النهضة في التغييرات والتعينة الأخيرة ويقول أنه عودة إيلة القمع والاستبداد سيؤدي إلى أثار خطيرة على السلم والاستقرار في البلاد يحمل الخميري وزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية المباشرة على وفاة المواطن رذاب بوزيين ويقول اللي هو أحد مناظلي الحزب يعني حزب حركة النهضة بعد ما تعرض إلى اعتداء أمني في مظاهرات أربعة جانفي اللي فات كانت حركة النهضة أصدرت بيانة رسمي ادعت فيه إلى إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين رسميا وفورا من قبل رئيس الجمهورية وحملة المسؤولية لوزير الداخلية وكذلك لرئيس الجمهورية من جهة أخرى عائلة رذاب بوزيين يقول لك الخميري اللي هي ما كانتش تعرف وينه ولما كان وجوده لا في المستشفى ولا في السجن ولا في أي بلاسة من نهار أربعتاش جانفي ولوجت عليه في أقسام الأمن الكل مشيت للمستشفيات ولكن ما لقات حتى اسم وما لقات حتى جدوى وما لقات حتى معلومة الوين تم استدعائها البارح إلى قسم التشريح بمستشفى شارنيكول في تونس العاصمة وتم أعلامها بوفاة ابنهم النطق رسمي باسم حركة النهضة عامد الخميري يعتبر وإنه وزير الداخلية أقحم المؤسسة الأمنية في التجذوبات السياسية ودفع بها للقيام بأدوار مش من مهامها معناه مش أدوارها ومش مهمتها إنها يعني تقوم بهذاك وهي وزارة الداخلية ولا قوة الأمن نهار تلي خرجوا في أربعة تاجانفي خرجوا يحميوا في دولة تونسية وخرجوا يطبقوا في القانون وضمان تطبيق القانون لأنه اللجنة العلمية منعت التظاهرات مش حتى اللجنة العلمية اللجنة العلمية رفعت التوصيات ولكن رئيسة الحكومة قبل بن هارين هبتت القرارات وقالت رأوا يمنع يجب تأجيل أو إلغاء كل التجمعات اللي تناجمت سير بسبب فيروس كورونا دونك هوني من صميم عمل قوات الأمن هو الحرص على ضمان تطبيق القانون على الجميع هالي من حيث المبدأ الخمير يقول لك إنه وزارة الداخلية أقحم المؤسسة الأمنية في التجذبات السياسية ويقول إنه وزارة الداخلية ما عندوش أي شرعية كما الحكومة اللي يخدم فيها باعتبار يعني باعتبار إنه ما نردش هالحكومة هذه ثقة البرلمان ولكن يقول لك هالوزير هذا يمتع داخلية لهي حركة هذا تقول المكلف بتأسير وزارة الداخلية ولكن عامد الخمير يستعمل كلمة وزارة الداخلية تقول لك إنه وما عندو حتى شرعية وزارة الداخلية كما الحكومة متعوب الكل يعني لا تعترف بهذه الحكومة حركة النهضة اللي منلتش ثقة البرلمان فما الناشط أو المدامن بالنعرفة يعلق على هال بوليميكالي سايرة على ريذا بوزيين ويقول إنه فما رجل آخر توفى اسمه المرحومة الطهر العديلي توفى معناها يقول تم قتله بطريقة بشعة منذ زوز أسابيع على يد 3 أعوان من فرقة الشرطة العدلية في حميم لنف يقول ضربوه قديم الناس وركبوه في الكرهبة وهزوه لما كان مجهول وقعدوا يعذبوا فيه تيلة زوز ساعات وبعد هزوه المركز شرطة في الزهرة وهو ضيق وعنده نزيفيخي المركز خاف ما قبلوش واتصل بالحماية اللي نقلوه للمستشفى للإنعاش وبعدها بأيام توفى يقول الموجودة في الصورة معها معها مرها كبيرة ذيك هي أمه اللي يعني قادة شنوها تعمل مسكينة بعد ما توفى ولدها كل يوم تعد نهار كامل بحذة معناها في المقبرة ربي يرحمه ونعمه يقول سمعتوش بالأعلام أحكي على العديلي طهر العديلي مش النقيب رو في الحرس ذيك محصل العديلي نفس اللقب ولكن هذا شخص آخر يقولك سمعتوش الأعلام يحكي عليه العديلي هذا سمعتوش النهضة ها بتتبين ها وتوفى بعنف الشرطة سمعتوش معناها أن أتقرسمي باسم النهضة سمعتوش رجل الغنوشي قال عليه حاجة وإنما هما يفرقوا من ناس اللي هما معاهم يولي ويعملوا عليهم حالة والناس العاديين اللي ما عندهمش أحزبوا راهم ولي ما عندهمش النهضة وما همش تبين النهضة وقتا ما يتكلم عليهم حتى حد لا تصريحات ولا تدوينات ولا بيان التنديد ولا مطالبة بمحاسبة النيس ولا الأعوين ولا وزير الداخلية ولا حتى شيء ولا مطالبة بإقالته ولا حتى شيء دونك ما يدفعوا إلا على الأشخاص اللي هما تبعين لحركة النهضة شفنا زيد البيرح سيهم بن سدرين اللي طالبت بإقالة وزير الداخلية على خلفية يعني وفاة ريذا بوزيين اليوم ويني سيهم بن سدرين إذا كانت تدعي أن هي حقوقية فاش بيها ما طالبتش بحق هذا الشخص اللي هو لا ينتمي لحركة النهضة شكون المنظمة ولا الجمعيات ولا الأطراف ولا المجتمع المدني اللي هبتوا لإخبار هذا ولا عملوا بيانات واحكيوا عليها حتى حد دونك اليوم ما دم ما ينتميش لحركة النهضة ما دم يعني ما يخزر له حتى حد ويقول لك أنه الدم أنواع والأرواح أنواع يقول لك الطهر العديلي ربي يرحمه وينعمه هو ولد عم شهيد الوطن النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي اللي توفى نهار 16 جانفي وليكن بيش يشهد في قضية الرخص التاكسي يقول يعني العائلة هذية في زوز أسابيع خسرت زوز أشخاص اللي هما العديلي النقيب بالحرس اللي كشف الملف هذي قتلوه والعديلي هذي اللي هو مواطن معناها تعرض للتعذيب في منقبل دورية أمنية ولا قوات الأمن يعني زوز شخص زوز أشخاص مقتلين تغادروا وزارة الداخلية يعني لحقيقة يعني فما ممارسة تقوية لأعوان الأمن متاحة ولازم تضبط التعامل الأمني كيفيش كيفيش معناها يتم بنعرف يقول وزارة الداخلية ورثناها على ناس حكمة البلاد عشر سنين وما جبناش حاجة جديدة من عنا تماما كما ورثنا من عندهم الدستور والفصل الثمانين وقانون الطويراء وقانون الإقامة الجبرية وغيرها يعني أحلل عليهم أحرام علينا يعني وينتقد بشكل كبير حركة النهضة عبدالتي في العلو يقول كل شهيد يسقط بعد خمسة وعشرين فالمسؤولية عن دمه ليست لسلطة الإنقلاب وحدها ولكن يقول للي يعني غدر الثورة وللي أسقط البرلمان وللي دعا للإنقلاب وللي مهد وخطط وغطى وبرر ويقول أنه دمه بش يكون في رقاب إلعبه والشبيحة وأفعل إمارات وكل من مد يدو بعمل أو لسينه بقول سهم في كل ما حدث رفيق عبدالسلام يقول أنه ما يحدث الآن لقيس سعيد هو الدكتاتورية السودة التي ستعجل برحيله على حد